بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نركز في الدرس ده جدا يا جماعة اكتر من اي درس فات علشان هيكون فيه شوية تريكات تخص الحماية. عشان الناس اللي زالت على الحماية مش عايزين حد يزعل. احنا قلنا الحماية يكون في اخر الكورس لكن مفيش مشكلة نتكلم عن الحماية في نص الكورس وفي الاخر نعمل حماية مكسفة. علشان انت عندك في موقعك اي الشخص ممكن يكتب فيه بلاوي. ممكن يكتب فيه حاجات ازيل. كتير جدا. حقل زي اليوزر نيم ده اللي انا كتبت فيه اسامة ده. ممكن اكتب فيه سكريبت. سكريبت سورس بيساوي اي سكريبت في الدنيا اسامة دوت جي اس. واحط المصال بتاعه. واقل له سلاش سكريبت. والحقل ده هيحط لي السكريبت دي في الصفحة. يعني انا مسلا مفيد هطبع رسالة في الصفحة ولا هطبع اي رسالة في الدنيا ممكن الشخص ده يحط لي السكريبت في الهدر عندي في الفوتر في اي مكان في الدنيا يمكن يزيني بسهولة جدا لو انا ما عملتش فيلتر لحقول الادخال. ادي الباسورد والميل هكتب اي ميل. وهقول له ساين اب. هتلاقوا ان السكريبت اتحط هنا في اللوجين هنا تحت خالص. تعالوا نشوف مع بعض. ادي الكنتينر بتاع اللوجين بيتش. تحت الفون جوة الايرورز. تلاقوا سكريبت سورس بيساوي اسامة. شايفين? يعني فيه بلاوة هتكسل هنا. يقدر الشخص يحط لي اللي هو عايزه بسهولة جدا جدا جدا. طيب. دي طبعا مشكلة عويسة. لازم تتعلم دروس الفلتر الموجودة في القناة في كورس البيتش بي. عشان تفهم الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ده. طيب. نبدأ يا جماعة نعمل للحقول بتاعتنا. وفي نفس الوقت بعد الفلترنج نعمل كمان معها. ازاي الكلام ده كله? تعالوا نبدأ باول حاجة عندنا خالص. هنا هنشيل الكلام ده كله. وهنشيل كمان الايكو اللي هنا دي. مش محتاجينها خلاص. لجوه الارور. احنا اصلا هنعمل لوب جوه الفورم ارورز لو طلعت لنا يعني ارورز بمعنى اصلا. هقوله فورم ارورز بتساوي ارري. خلاص. كده انا عملت ارري فاضية. فيها الفورم ارورز بتاعتي. هبدأ بقى لو في ارور احط العنصر ده جوه الارري بتاعتي. بعد كده تحت خالص. اعمل لوب جواها هطلع كل الارورز اللي جواه. يعني انا زي ما تقوله بالعامية كده جبت كارتونة فاضية. دي الكارتونة الفاضية. هبدأ دلوقتي عند كل ارور احط بوكس في الكارتونة دي. وبعد ما خلص خالص اقول له تعالى اعمل لي لوب طلع لي كل البوكسات اللي جوه الكارتونة بتاعتي دي اللي هي الارري دي. طيب. نبدأ باول حاجة وهو اليوزر نيم. هقول له ايه بوست يوزر نيم. لو جالي بوست يوزر نيم جوه الفورم دي. اتبعت لي يوزر نيم دلوقتي من الفورم. هعمل ايه? اول حاجة هعملها هعمله فلتر. هتأكد ان هو هتأكد ان اليوزر نيم بتاعي ده ما فيهوش التاجات وما فيهوش ما فيهوش كل الحاجات اللي ممكن تأذيني. هعمل اسمه يساوي بعدين اقول له فلتر فلتر للفاريبل. ايه هو اللي هعمل له فلتر اللي هو البوست يوزر نيم. بعدين كما واحط اللي هو التعقيم اللي هو فلتر التعقيم. ايه هو? اسمه فلتر اندرسكور ساني تايز اندرسكور سترينج. انا قلت له اعكمهولي وطلعهولي سترينج. يميل جدا الكلام ده كله. طب تعالوا قبل ما ندخل في الفورم اري وحط الارر وقبل ما اشيك وقبل ما اعمل الكلام ده كله. تعالوا نتبع كده اليوزر نيم ده نشوفه ايديه لايه? هروح اطبع اليوزر نيم ده. يسميه يوزر او مسلا فيلتر يوزر. حلينا نعمله فيلتر يوزر عشان نتأكد ان ده ان نبقى عارفين ان هو ده اللي احنا عاملينه فيلتر عشان الاسم يكون منطقي وما يكونش عامل مشاكل مع يوزر زي ده او زي ده مسلا مسلا يعني عشان عندك مشاكل. الكود سليم وسهل وفوش اي مشكلة وبسيط. فورم ارورز عملت عبارة عن عرية. هعملو عرية ده راتي. والعرية دي هحط فيها الارورز بتاعتي كلها. جيت هنا قلت له لو جالك يوزر نيم عن طريق البوست من الفورد. حطي لي اسمه فيلتر يوزر. الفاريبل ده هيعمل ايه? هيفلتر لي البوست يوزر نيم ده عن طريق الساني تايز سترينج. اللي هو يعقمولي يخلولي سترينج. بعد كده هطبع. فلتر يوزر بس بس. هقوله سيف. وهدخل على هعمل هنا. وهدخل على هقوله اسامة او مسلا بلاش اسامة نحط بعدين مسلا تحت هحط مسلا اكتفي اسامة. اه دي اللي انتم شايفينه كل اسامة واحط بعديه مسلا بالشكل ده. واحط هنا اي حاجة طبعا لسه ما وصلناش للمرحلة دي. بعدين اقول له. ايه اللي حصل? كتب لي اسامة زيرو بس. دعا نشوف التاجات كده موجودة ولا مش موجودة. اي دي اسامة زيرو. اهو. مفيش ولا تاج قبليه ولا تاج بعديه. عملي فلتر للانبوت. طلع لي بس السترينج. شلي كل الكلام والكلام ده كله شلهولي. كده انا قمنت الحمد لله الفورن تاتي. قمنت الحطل الاولاني اللي هو ده. بعد كده هبدأ بقى احط جوة الفورن بتاعتي. ده في حالة ان فيه طيب. علشان اشوف الكلام ده كله بقى ومعودش اكتب كل شوية الحاجات بتاعتي. تعالوا في الخاصة بالتسجيل نشيل دي خلاص عشان مش كل شوية اقول لي لازم تكتب. هشيلها انا دلوقتي دي خلاص مش محتاجها. علشان ما اضطرش اكتب غير او بمعنى صح غير الحطل اللي انا محتاجه بس. وفي الاخر هنرجعها تاني بعد ما نخلص اللي في السيرفر سايت كله. يعني بعد ما نعمل من البي اتش بي. نبدأ بقى نرجع دي دي خالص. علشان الشخص ما يعديش منها بالاتش تيميل اصلا قبل ما يوصل للبي اتش بي. طيب. كده هو مش مطلوب مني اكتب غير البي اتش بي. بس الباقي ده مش هتطلبه خلص. تعالوا نروح للساين اب مسلا. بسوا ما فيش ولا حق لكباري هو بس الاسم المطلوب مني اسامة زيرو مسلا اكس زيت ساين اب شايفين? مفيش. خلاص جميل جدا. نبدأ بقى نعمل بتاعتنا. ايه هو اول الاسم بتاعك ده انت عايز يكون كم حرف? مسلا هقول له هنا لو اللي هي كم عدد الحروف اللي انت عايزها. اللي هو ده مسلا اصغر من اربعة. اطلع له رسالة. ايه هي الرسالة? الرسالة انت تقوله بقى اي حاجة في الدنيا زي ما انت عايز. احط يا جماعة بتاعتي. بتاعتي اهي. حط عنصر جديد. لحظوا معي. الاقواص. حط عنصر جديد جوه الاري. هيكون جوه رسالة اسمها ايه? هقول له مسلا يوزر نيم كانت. كانت بي مسلا. او مسلا يوزر نيم مصد. بي لارجر زين مسلا. فور كاراكترز. يعني زي ما تحب طلع له الرسالة زي ما تحب اكتب اي رسالة تعجبك. حط اي دوال هنا ستر لين عايز اقلي من اربعة اقلي من اتنين اكتر من خمسة اكتر من عارف مش عارف ايه زي ما تحب هنا الخلاصة في الموضوع انت تعرف ازاي تحط ازاي تشايك ازاي تطبع كلها تحت في الاخر. طيب. بتاعتي لين شايفينا دي بقى فيها عنصر دلوقتي. لو لو حطيته اقل من اربعة يبقى الاري دي هتتحط فيها عنصر زي ما شرحنا قبل كده يا جماعة في وعملنا الكلام ده كله. طيب. هننزل بقى نتبع الاررز دي فين? هنا. تحت خالص هنا. هقول له وبعدين تحت هنا. هقول له امتي. لو الفورم بتاعتي دي مش فاضية معناها ان فيها ايرورز. هروح ايه? اعمل جواها. فور ايتش فورم ايرورز از ايرور. ايكو ايرور. اتبع لي الاررز دي كلها تحت بعض. واحط مثلا بي ار. والحاجة. علشان يتبعهم لي تحت بعض. لو مفيش مش هيتبع حاجة. لكن لو مش فاضية. لو الفورم دي مش فاضية معناها ان فيها بوكسات زي ما قلنا. يعني زي ما بقوله لو الكارتونة مش فاضية. معناها ان فيها كام بوكس او فيها كام مسلا علبة. اتبع هوم لي بقى. اعمل لي جوه الكارتونة. طلع لي العلب دي كلها. طب لو فاضية. خلاص مش هيتبع لك حاجة. لان انت عديد. عديدت من خلاص. طيب تعالوا نكتب زي ده. نكتبه اقل من اربع حروف. نشوف ايه اللي هيحصل. هاجي انا هنا. اعمل طبعا هيعدي دلوقتي مفيش اي مشكلة خالص. انا نكتبتش حاجة. هروح اوري لكم حاجة. التاج اللي انت بتحطه ده بيتشال من عدد الحروف المعينة اللي انت هتكتبها. يعني مش هيكون موجود. هيبدأ يحسب منين من اول يعني بصوا هو بيعمل ايه الاول? بيعمل اولا. بعد ما يعمل بيرجع سافي معاكم. يبدأ بقى يشيط لك عليه. يعني بعد يبدأ يشيط لك على بتاعك. يشيط لك على بتاعك. عفوا. انا كتبت هنا وهكتب الاسم واقل له قال لي ايه. الاسم بتاعك لابد يكون اكتر من اربع حروف. فمش هينفع الاسم اللي انا كتبته ده. لازم الاسم يكون كبير. بتاعوا نكتب الاسم كبير. ونشوف. هقول له قسامة من خمس حروف. هقول له الحمد لله تمام. مفيش اي معناها ان انا عديت من وعدت من المرحلة دي ببساطة الحمد لله. وكده كله تمام. وعملنا المطلوب مية في النهاية. الحاجة اللي بعدها يا جماعة هي الباسورد. الباسورد موضوع بسيط وسهل جدا فيها. عندي انا هنا وعندي عشان الاتنين لازم يكونوا لازم الاتنين يكونوا زي بعض. طيب جميل جدا. هطلع انا هنا نفس دي اللي انتوا شايفينها. هعمل منها نسخة تانية. وهنشوف هنعدل في ايه. اقول له لو 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 الشخص بعد الباسورد. الباسورد الاولى. طب الناس المركزة بسرعة يقول لي استنى. ده ممكن ما يبعدش الباسورد التانية. ويسيبها فضية. خليه يسيبها فضية عادي. انا اصابها فضية. انا اصلا في اللي عمله هنا هشيك الباسورد الاولى بتساوي التانية ولا لا? لو الباسورد الاولى بتساوي التانية خلاص يعدي يعدي من الفليديد. لو التانية فضية والاولى كتابها معناها ان الاولى بتسويش التانية. خلاص مش هيحصل حاجة ساعتها. ما عنديش مشكلة ما تخليه ما يكتبهاش. فيقول له الاتنين مفيش ماتش بين هم. فبالتالي مش هينفع عديم الفليديد ويلا اتجعك الفورم تاني عشان تكتب الاثنين زي بعض. سواء سبتها فاضية او سواء كتبت فيها اي حاجة. لكن طبعا لازم يا جماعة نكتب في الاسد هنا التانية كمان علشان خاطر ما يروحش هو يطلع لك اي وورنين خالص. لو بعت الباسورد وان والباسورد حتى لو سوا فاضية. لو سوا فاضية وكده بعتها. بعت قيمة فاضية. طيب. لو انا بعت الباسورد وان والباسورد تو مع بعض. انا حطيتهم مع بعض يا جماعة علشان يكونوا الاثنين مع بعض. بقول لكم دلوقتي ليه? طيب. تعالوا نجرب بعد ما قلنا له ايه الست باسورد باسورد وان او باسورد تو. تعالوا نجرب كنا نتبع واحدة لوحدها. يعني يكتب مرة باسورد ونسيبي التانية يا فاضية. تعالوا نكتب مرة الاثنين. نشوف هل هيطلع علينا ولا اي مشاكل ولا لا. انا قلت له هنا لو بعت الباسورد ان باسورد تو لو بعت الاثنين اتبع هملي هنا. هقول له مسلا ايكو للباسورد وان. عادي ايكو. اتبع علي طبعا في اخر الصفحة. وتحتها ايكو فاسورد تو. نحط بينهم مسلا بي ار. والتانية دي. او مسلا ممكن نحطهم جوه تاج بي. علشان اتأكد. علشان اتأكد يا جماعة من موضوع هتجيب او اي ورنينج ولا لا. سلاش بي. وطبعا انا عامل سنجل كود هنا. شو ما عامل لكش. اي اي رول لان فيه سنجل جوه. ودي الكود بتاعي اهو. روح اشوف. هتبع انا الاسم. اي حاجة. مش مشكلة الاسم عدل فالدي. مشكلتنا في الباسورد. هكتب واحد اتنين وهسيب دي. وهطبع القيمة بتاعتها هنا. كتب لي واحد واحد. ليه الباسورد الاولانية. اهي. والبي التانية تبع هالي اهي فاضية. شايفين? ده اللي انا عايز اوصل له. ان انت لو ما كتبتش حاجة هو فعليا بعت البوست يعني بعت. بعت الفورم خلاص. فبالتالي ابدأ انا اقدر اشيك. فلو اصابها فاضية هيقول له ان انت كتبت دي. وما كتبتش التانية. فالاتنين مفيش ماتش بينهم. فبالتالي انت مش هتعدي كده بالفالديد. هو ده اللي كتبت عايز اوصل له عشان اوله لك. عشان كده عملت للاتنين. طبعا في مليون طريقة هنا ممكن تعمل بيها بتريك ده. عادي جدا جدا جدا. طيب. يجي واحد بقى يسألني هو انت هتعمل للباسورد? لأ. مش هتعمل. طب ما ممكن الشخص يكتب سكريبت جوه الباسورد. عادي يكتب. ما هو انا هعمل لها هاش. انا هعمل الهاش بتاع اللي هو الشاو وان. فبالتالي اي سكريبت تاج او اي حاجة يعملها مش هيحصل لها اي مشكلة. يعني ايه الكلام ده? يعني انا هنا في الايكو. اقول له شاو وان باسورد. نفس اللي انا عملته من شوية اهو. هعمله برضو هنا عشان اوليكو. شاو وان. الباسورد وان والباسورد دول. اروح اتبعهم برضو واشوف. هنا شايفين? دي. الباسورد وان تو سري. ودي الباسورد الفاضية ليها هاش سابت. اقول له ساين اوب. دي وان تو سري الهاش بتاعها اهو. عشان تتأكدوا لو فتحنا بيتش بي ماي ادمين وكتبت هنا وان تو سري وان تو سري هتلاقيين نفس الهاش الموجود ده نفس الهاش الموجود في البيتش بي ماي ادمين. تعا انشوف? هادي يا جماعة ستة وا اخره تمانية وسبعين شايفين? ستة واخره تمانية وسبعين. الباسورد بتاعة خالف وان تو سري وان توسري نفس الباسورد اهي اللي عملنا بالشاوان. طب لو الشخص اجي في الباسورد وراح كتاب لي سكريبت سلاش سكريبت مثلا انا بكتب دلوقتي كلمة سكريبت سلاش سكريبت اقول له ساين اوب هيجيب لي الهاش بتاعها كأنها كلمة عادية كأنها باسورد عادي مفيش مشكلة خالص بالتالي مش هيقدر الشخص يكتب اي حاجة هنا لان الباسورد بتاعتك في النهاية هتطلع عن طريق الشاوان زي ما نشايف طيب جميل جدا نبدأ بقى بقول له لو انت بعدت الباسورد وان والباسورد تو هروح حاطتهم انا في متغير هنا باس وان بتساوي شاوان باسورد وباس تو بتساوي شاوان الباسورد التالي جميل جدا جدا لحد هنا انا كده عملت الباس وان والباس تو وهاجي بقى ابدأ اعمل الشيك بتاعي لو قلت شكلة زي ده هقول له لو اف باس وان ايدنتيكال للباس تو لو الاتنين زي بعض خلاص طب لو مش زي بعض ايه بقى اقول له انا عايزهم انا عايزهم لو هما اصل لو هما زي بعض خلاص الموضوع منتهي يكمل انا مليش دعوة لكن لو هما مش زي بعض لأ لهمش زي بعض طلع لرسالة بقى قل لي الفورد بتاعتي هنزود فيها ايرور تاني ايه هو هقول له سوري باسورد از نوت ماتش الباسورد الاولى مش هي نفس التانية الدążي مش زي بعض خل بقى لك فلازم دخليهم زي بعض وبعدين هيدباعلي الايرور هنا لو الايتنين مش زي بعض كده انا حطيت بوكس جوا السندوق اهاو او حاطيت بوكس جوا كرتون زي بنقول او حاطيت علبة جوا البوكس وادي العلب التانية جوا البوكس لو الباسورد مو زي بعض وبعد كده اجي هنا بقول له طلعلي العلب بتاعتي كلها. طيب تعالوا اتاكدوا نشوف تسوير وكتب لي باسورد از اس وباسورد مختلفة. ونشوف ايه اللي هيحصل? هيطلع لي الاتنين شايفين? طب تعالوا نكتب اسم كبير اسامة والباسورد مختلفة. نشوف هيطلع لي ارور واحد. اللي هو مزبوط. طب تعالوا نكتب اسامة مزبوط. والباسورد هي هي وتحت مش هيطلع لي اي ارور. لانه كده عدى من. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل واعجابكم. نكمل مع بعض في الدرس الجهة عشان شوفنا وضوع الميل وازاي نطلع الموضوع ده كله باكواة سليمة عشان نبعتها للداتا بيس وهي صافية من غير اي مشكلة فيها. شوفكم شو الله الدرس الجاي وشكرا.